كاتيا حتّر من عندك أكيد صباح الورد يا كاتيا وخبريني كيف الأجواء عندك وبأي منطقة موجودة مساء الخير ميسون إليك والأضيفك الكريم طبعا من قلب المدينة الرياضية إحنا متواجدين اليوم يعني شفنا المدينة الرياضية وفعالياتها العديدة في كأس آسيا أكيد واليوم مباراة الأردن والتجاكستان ولكن اليوم زايدين شيء عندنا بهاي الفعالية وهو تواجد عدد من اللاعبين منهم سعيد مرجان منهم حسن عبد الفتاح وأيضا بها عبد الرحمن يعني اليوم رح نشوف مباراة جميلة جدا أكيد ورح نشوف كيف اللاعبين بشجعوا المنتخب ومتحمسين لحتى أكيد يشوفوا أداء رائع منهم رح يكونوا معنا بلينك تاني بس خليني سريعا سريعا أفرجيكي توقعات الجماهير بشكل سريع يعطيك العافية أهلا الله يعافيك يا رب سريعا شو توقعاتك؟ اتنين صفر لأردن إن شاء الله مين رح يسجل الهدفين؟ توقع نعمات نعمات آه توقعاتك؟ اتنين واحد للأردن صاحب الأهداف مين رح كوي؟ التعمري ونعمات شو بتتوقع؟ انه يفوز الأردن يعني شفنا هيك توقعات سريعة وأنا شفت خلف الكواليس كمان توقعات الناس لا التوقعات دايما بتصيب معا يعني اللينك الماضي توقع صح؟ صح؟ ان شاء الله يعني احنا نظرتنا دايما للمنتخب بتفاؤل والشباب عند حصن ضني الجماهير الأردنية كاملة شو اليوم توقعات؟ ان شاء الله ثلاثة واحد برغم الصعوبة المباراة اللي كانت بناتنا بالسابق وكنا بأسوأ حالاتنا هلأ احنا بأحسن حالاتنا ان شاء الله انه رح يكون نتيجتنا ثلاثة واحد أصحاب الأهداف؟ اه بتوقع يعني ثلاثة من أربع يسجلوا يعني علي علوان ارتاح نفسيا ان شاء الله اليوم بتوقع له انه يسجل واحسان حداد محمود مرضي ويزن وكمان مشاهدينا هلأ رح نشوف أستاذ مازر دكتور شات ويخبر طبعا انا المشاهدين انه اليوم رح يكون تواجد لعدد من اللاعبين احكي لنا شوي عن هذا الموضوع شكرا كاتية اللي دائما نتواجدين معنا بكل الاحداث الرياضية احنا طبعا اليوم نقلنا الحدث في مبنى ال V.I.B في مدينة الحسين بتعليمات من إدارة المدينة وان شاء الله رح يكونوا معنا لاعبين دعينا لاعبين قدامى اللاعبين اللي يتواجدوا معنا بهذا اللقاء وان شاء الله الفوس حليفنا طبعاً ما نستهين في المباراة، المباراة جداً قوية بكونوا إحنا بشهر داعشة لابنا إحنا وطاجقستان وتعادلنا إحنا إحنا وياهم نتمنى الفوز لفريقنا وإن شاء الله دائماً حليفنا الحد شكراً كتير، يعني هلأ رح نرجع لكم على الستوديو ومثل ما شفتوا يعني كان في كتير ناس عم تمروا عم بيستعدوا طبعاً لحتى يجاهدوا المباراة الكل قاعد عم بحجز كراسي ومش ملحقين متحمسين على الآخر شكراً لك كاتيا وأكيد تحياتنا لدكتور بسامة القليلة رئيس ومدير أكيد مدينة الحسين للشباب المدينة الرياضية يعني بجوز الأشواء الباردة الموجودة بعمان أبداً ما بتبعد الدفع اللي بين الأحبة والناس والتجمعات اللي عم بتكون هلأ كلياتها بالنهاية لمنتخبنا الوطني كبتن يعني الجمهور متفائل أحياناً بنخاف من التفاؤل الزايد لما كنتوا بالملاعب والجمهور يكون واضع الأمال الكبيرة ومتفائل جداً جداً كيف كان شعوركم؟ أكيد المسئولية أكتر بكتير من أكيد معونة يعني إحنا شوفي دايماً لاعب كرة القدم دايماً تحت الضغط الآن المنتخب موصل يعني لأدوار كثير مهمة أنا حكيت أنه بس نفسياً وأتوقع أنه الكابتن حسين عموتة متعامل مع اللاعبين والجهاز الفني طبعاً التدريبي مع اللاعبين أنه يشيل عنهم شوي ضغطات نفسية أتوقع أنهم جاهزين ولكن مسئولية كبيرة البلد كلهم بيستنوا في هذه المباراة هي راح تكون تاريخية وصولنا قبل نهائي يا رب إن شاء الله ربنا يكون معاهم وألا بعينهم إن شاء الله أنهم يحققوا المطلوب منهم بإذن الله إن شاء الله توقعتك للأربع الكبار في هذه البطولة مين؟ يعني أتوقع اليابان كوريا الجنوبية الأردن إيران الأربع الكبار إن شاء الله يعني يا رب هاي الأمل الكتير كبير شو اليوم بتوجه رسالة للجمهور اللي بيحضر بكل الأحوال يعني إحنا جمهورنا غاد هم عزوتنا وهم النفس لللاعبين بنحكي لهم أنه أصبروا على المنتخب خلال اللقاء يظلهم معاهم يحمسوهم لآخر نفس سواء سجلنا أو تسجل علينا لازم يظلهم معاهم بحالة إيجابية إحنا الآن أمام فرصة تاريخية إن شاء الله نقدر أن نحقق الإنجاز المطلوب بإذن الله قديش بتشوف أنه فعلياً الرياضة رسالة سامية بتوحد الشعوب نفس الوقت بتضيع يعني أكيد إحنا بنعيش أحداث ليست جيدة ولكن أيضاً بالمقابل الوجه الجميل والمشرق هو منتخبنا الوطني أكيد يعني إحنا العرب كلنا طبعاً إخوان يعني فيه شغلة صارت مبارح أصدقاء العراقيين حكوا معاي كنا موجودين مبسوطين كثير من الكابتن موسى التعمري كثير مبسوطين على شغلة من شغلة صغيرة وشافة ممكن العلم العراقي شوي هيكا مع الأرض شاله ورفعه فهذه شغلات وهي رسالة من موسى إنه إحنا كلنا أخوان وكلنا عرب وكلنا إن شاء الله نكون إيد وحدة وإن شاء الله يعني ندعي لأهلنا بغزة إنه الله يخفف عليهم وينصرهم بإذن الله آمين يا رب آمين إحنا دايماً نحكي إنه الدعوة المشتركة أكيد مننا كلياتنا لكن اليوم إحنا نتحدث عن المنتخب الوطني فرحة الوطن اليوم والصبح بجوز دكتور ليثم بايدين كان على برنامج يسعد صباحك مع زومة لرندا كراتشا وحازم رحاح ليتحدث إنه يعني بعيداً عن عمان ومحافظاتنا الأردنية من مادبة من الصلط من الكرك من الطفيلة من عجلون من الزرقة من كل من إربد من كل المحافظات الرمثة إلا إنه إحنا نتحدث قاعدين عن فرحة وطن أيضاً موجودة وعرس وطني موجود بالدوحة فقداش هذا الشي جميل وإقامة البطولة ببلد عربي أيضاً زاد الجمال الجمال طبعاً يعني إحنا متعودين على أخواننا في قطر إنهم يعملوا البطولات بشكل كبير وبشكل داعم للكرة العربية خاصة للكرة العربية من أخواننا في قطر وشوفنا كأس العالم والآن نهايات آسيا وهذا شرف كبير يعني ويعطيهم العافية إحنا كأردنيين إن شاء الله اليوم نرفع رأسنا في المنتخب إن شاء الله وكل يفرح سواء في قطر أو في جميع أنحاء العالم وخصوصاً عندنا هنا في بلدنا الحبيب إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر